بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله اليوم موضوعنا هو السيروتونين and anti-serotonin هرمون السعادة مثل ما نعرف هو شنه هو السيروتونين زيان خلينا نجي نعرف شنه هو السيروتونين وش رح يسوي هذا السيروتونين اول شي السيروتونين هو bioactive amine that can be thinesis of hydrolyxation of amino acid tryptophan هو عبارة عن فد مادة نشطة شبيه هاي المادة موجودة بالطبيعة جسم الانسان طبيعيا تمام هاي المادة تنصنع من فد شي اسمه tryptophan هاي يعني المادة الاولية اللي يصنع السيروتونين هي tryptophan او مرة تنصنع من aromatic amino acid اوكي فاذا بصورة عامة من ينصنع السيروتونين اللي هو هرمون السعادة ينصنع من tryptophan او aromatic amino acid او او الاروماتيك امينو اسيتاس رح نجي نتعرف عليها بالترتيب ان شاء الله السيروتونين وان مست امبورتنت اوتوكويد هاز ماني فيسيولوجيكا رول عن سيروتونين اغونيس انتاغونيس اللي هو واحد من الاوتوكويد اللي موجودة بجسم الانسان اللي هو وضائف فسلجية كلش كبيرة بجسمنا تمام اللي هي من عده الشعر السعادة النشوة اللي موجودة عند الانسان هو يفرصها سيروتونين تمام زيان وين موجودة السيروتونين موجودة ا هبالنباتات في الحيوانات بكل مكان موجود السيروتونين زيان السيروتونين اللي موجود بالجسم الانسان وين القاف công في الانتراكرومافين الموجودة بالجئاتي في الفتخ نسين بترويد سيرتوني. اذا السيرتونين 90% من يصنعها الانترو كروموفين اللي هي خلايا الموجودة بال جي اي تي. اوكي. زيان. بغض 10% دكتور وان راحة 8% راح تصنعها البلاتلت. و 2% راح يصنعها السين اس. اوكي. اذا اكثر شي من اللي يصنع لك السيرتوني هو انترو كروموفين اللي اكثر شي اه ممكن ان يصنعها. زيان. اذا الخلايا الصار بها كانسر او صار بها يومر ازدادت الخلايا مالتها من تزداد ش راح تصنعلي تصنعلي سيروتونين زايد يعني الخلايا هاي صار بيها سرطان السرطان هو زيادة مطبيعية بالخلايا فاذن اذا زادت هاي الخلايا راح تصنع عنا سيروتونين بصورة كل الشبيرة هاي المتلازمة شنسميها كارسينويد سيندروم كارسينويد اه اذا عرفنا شنه الكارسينويد الكارسينويد معناها زيادة بالانترو الكروموفين اه زاادة الخلايا يسموها كارسينويد سيندروم زيادة لكتون هاي الكارسينويد سيندروم دقيقة ش سويت سوينا ابنو gua المالأنق Vulcan بيها كيروتونين تمام يعني از stepped in to be a صورة مطبيعية شنه السبب بسبب زيادة هاي الخلايا بسبب زيادة له هاي الخلايا زيادة هسة عرفنا انه الانترو كروموفين هي السبب منك كارسينويد سندرام إذا زدادت تمام؟ شي كلش طبيعي ونورمال سيروتونين ميتابولزم الشو رح سوي له ميتابولزم؟ ميتابولزم مالت عن طريق انزايم اسمه مونو امينو اوكسيديز انزايم هذا الشي يسوي يسوينا الطرح ل السيروتونين الشي قد يسوينا طرح 3 إلى 10 مليغرام باليوم يطرح عن طريق اليورين يعني باليورين يطلع عنا هذا الانزيم 3 إلى 10 مليغرام بردي من السيروتونين اوكي زين عدنا فاتشغلات تسبب لنا زيادة بطرح او زيادة بصنع السيروتونين شنهنا اول شي كارسينويد سندرام كارسينويد سندرام شنه هاي قلنا قلنا تيومر بالانترو كروموفين او كانسر يعني زيادة بعدد الخلايا وبالتالي اذا زدادت هاي الخلايا شرح يصير زيادة بالسيروتونين تمام هاي نمبر ون نمبر تو كارسينويد سندرام يستخدمون ادوية قديمة للضغط اللي هي ريزوبرين هاي ريزوبرين شنه شو سوي ايضا زيد من السيروتونين اذا اول شي كارسينويد سندرام عرفنا شنه الكارسينويد شغلة الثانية هي انه ريزوبرين هذا ريزوبرين شنه في الدول الضغط راح يرفع السيروتونين انجسشن اوب بنانا اكو بنانا بعض الاشخاص ادهم حساسية من البنانا ممكن ان السبب انه زيادة بالسيروتونين يعني من ياكل الموز يصر عنده تحسس او صر عنده استرجاع والاخر يسبب عنده تحسس بسبب الموز تمام يرفع عنده السيروتونين اذا تلاش شغلات كارسينويد يستخدم انتي هاي بارتينسيب وياكل بنانا يعني انجسشن بنانا من تنظم البنانا عنده زياد Jessar قلت لي انه السيروتونين يستخدم كل انحاء الجسم زياد اضفيني شنو وظائفة بجسم عندي السيروتونين شنو وظائفة بجسم اه потому اي تعالوة خالقلك شنو وظائفة واحدة واحدة اول شي شان يستخدم نيورو ترازمتر اللي هي شعور السعادة اللي ينطين يستخدم السيروتونين هنا بسبب شنو بسبب عنده نواققل عنده نيورو ترازمتر بالبراه زياد وين هاي نوبر وين اول شي عرفنا انو ينطينا الساعة اثنين يسوينا نظم الحرارة الجسر زيان بعدش عندنا باين يسوي احساس بالألم يعني انا اجهزة اديتشكب دمبوس راح تحس بالألم السيروتونين راح ينفرز يدخل بالباثوجينيسيتي مال المغرين باثوجينيسيتي مال هاي الشقيقة يعني الاكتئاب يدخل ايضا بالانزايتي شون السبب ذاني يدخل بيهن كلهن لان اكون يورا ترازميتر بالاوبراين خلاص ذاني مغرين بالاوبراين الدبريجين ايضا بالسيانس كلهم ذاني انزايتي كلهم راح تأثر بالسيانس اوكي بعدش عدنا نفروف انترستينال انترستينال موتولوتي الحركة مع الامعاء ايضا راح اثر عليها السيروتونين كونترول بومنتينج اللي هي اريا اف وستوريما موجودة ايضا هاي اللي منطقة مسؤولة عن بومنتينج كونترول اباتيت الشهية مع الشخص ايضا راح تأثر عليها اللي حجيناها قبل شوية ساعة نحن بيه اذا الوظائفة كلش سهلة اول شي قلنا نيورو ترازمتر راح تأثر علي براين زيان اللي براين ايش بيه اللي براين راح يساوي لنا اه رجوليش للتامبرتشر يحس بالالم اه يدخل بشو اسمه اه الشقيقة الاكتئاب للصير بالشخص اه انزايتي القلق تمام لن يكون هين دخلا ب اه اللي موجود بالبراين اذا ناس عرفنا شو الوظائف السيروتونين خل نيجي اه اللي وظيفته شنو الميكانزم مالته اللي ينضيع الجسم زيان نيجي نانا الميكانزم اوف اكشن اوف سيروتونين سيروتونين اكشن باي بايندينج بسبعة سبتايب السيروتونين ايش قد بي بسبعة سبتايب زيان ستة منهن جي بروتين لان كنج كابل ستة منهن واحد منهن اسمه ايون اه ايون شانل كابل يعني ستة منهن هو جي بروتين واحد منهن هو ايوني تمام هاي بسردك يعني للمعلومة لازم للجي بروتين لازم يحتاج سيكند باسنجر اوكي اه سايكلك اي ام بي اي بي ثري اذا نكون هن اه شنو يحتاج شن السيروتونين عنا مود يقعد ان الجي بروتين مالتا والسبتارات عليها اوكي فمو شي مهم بس اريدك انه تحفظ لي انه سبعة سبتايب ستة من هن جي بروتين واحد منهن ايون اليونيك اه تشنر كابل اوكي زيان المهم العدنى الشي المهم العدنى هو انه الفارموكولوجيكال اكشن يعني هاني قلت لك الفيسيولوجيكال اكشن مالتا رول اه بس عنا مو تفهم لي شنو السيروتونين ما قل لك ادرخليها لا اهنانا لازم انه تحفظهم وعلى ظهر القلب زين اول شي الاثر على السي بي اس سي بي اس شنو اللي راح ياثر عليها سيروتونين هاز اسمول اه بوزيتف انتروبك يعني يسوي كونتركشن قليل كلش قليل اند كرونوكتروبك افكت اونده هارت يعني تأثيره على الهارت يكون قليل اذا السيروتونين تأثيره على الهارت يكون قليل اوكي ايليفيتف لازمالوفول اف سيروتونين ان كارسينويد سيندروم لباثوجينيستي اه الاندوكارديال تشينج يقل لي هنانا من يصير عندك كارسينويد سيندروم يعني زيادة بسيروتونين ممكن ان راح يسببنه في التغيرات اه مرضية بالقلب اوكي يعني مو شي دائم بس بحالة الكارسينويد بحالة زيادة السيروتونين اوكي زيان هساني بحالة طبيعية انه ما يأثر لي على القلب انما اه اسمول افكت اسمول افكت مو يعني فد شي خوي وانما من يزيد بصورة كل الشبيرة بالبلازمة ممكن ان يسبب بنا اندوكارديال تشينج باثوجينيك تمام خلاصنا منه زيان اه الشغلة اللي وراها انه راح يأثر على بلوت فيسل يأثر على تراي فيسيك ريسبونس ثلاث تأثيرات اول تأثير هو بداية الانخفاض ايرلي ديبريجين فيس ش راح يساوي بداية الانخفاض راح يقل الهارت اه كاردياك هارت رايت راح يقل كاردياك اوتبوت راح يتقل تمام الكيموريسبتر راح يصير بها ريفليكس كيموريسبتر اللي موجودة اه ادنى اوكي زيان بالايرلي ديبريجين يقل ثاني للحohner يقل و ولسجر يعني نيقل هاي ايرلي ديبريجين اي فاولتوس THIS لاشي يصير بالفايز التاني حي راح يصير باريفرالفاسكولار الخليز بالفايز التاني راح يزداد تمام اذا الفايز الاول اقل الفايز التانيue يزداد Diabe� Di Amerika – – حي راح يصير بالimentosل به visodial – راح يستبع شنو يتبع توسع بالشرايين. وبالتالي اه راح يصير بتوسع بالسكليتال مصول. اوكي اذا ارل دي براسر براسر لي دي براسر. اوكي كل واحدة عرفنا شنو تسوي وتفتهم لي الفكرة العامة معلاتين. الاولى سوينا بالهاتريت. الثانية سوينا بالبريفرال باسكولار والكارديك اوتبوت. الثالثة سوينا بازو للسكليتال مصول. اوكي سوينا بازو تليشن للسكليتال مصول. زين. خلصنا شنو خلصنا التأثير مالته على الكارديو سي بي اس. زين. هنشوف شنو تأثيره على تمام? تأثير السيروتونين على زين. السيروتونين هو موجود اه بالبرونكيال بصورة قليلة. يعني السيروتونين موجود بجهاز التنفسي بصورة قليلة. اوكي بالنورمال بيرسون موجود بصورة قليلة. زين هاي الصورة قليلة. اه متأثر. كل شي ما تأثر. يعني هساني عندي اه سيروتونين. هذا السيروتونين موجود هنا بالخلية. تمام? هنا بالخلية موجود ما يأثر شيء. السيروتونين ما يأثر شيء. بينما اذا ازداد السيروتونين بحالة الكارسينويد. ازداد السيروتونين. اش راح يصير عدنا? راح يصير عدنا برونكو سبازم. السببنا شنو. عفو. برونكو كونتركشن. برونكو كونتركشن. اذا شنو السيروتونين موجود بالرسبايراتري بالسموذ مصر مال البرونكيو موجود بصورة طبيعية قليل. تمام? ما يأثر. يعني اذا ما زداد ما يأثر. وبينما اذا صار عدنا كارسينوت سيندروم. الكارسينوت سيندروم قلنا هي زيادة بالسيروتونين. يعني ازداد عن حتى الطبيعي. اللي موجود بالخليش رح يسبب لنا برونكو سبازم. حالة برونكو سبازم هي البرونكو كونتركشن. تمام? اذا يأثر الرسبايراتري في حالة الكارسينوت فقط. بحالة النورمل ما عنده اي اي سيندروم. ما عنده اي اه تيومر اي اه سرطان كنسر ما يأثر. اما اذا ازدادت رح يأثر. تمام? وضحت الفكرة. اه صور كل شيء واضحة. اذا ازداد سيروتونين سببنا رح تحسي الشخص مختنك. ستحفز لنا برونكو سنسوري اللي موجودة بالنهاية العصبية. وراح يتحفز. اوكي. اذا القصة ما بيها انه اذا كان الحالة طبيعية نورمال موجود سيروتونين قليل. تمام? ما رح تأثر. ما رح تأثر ابد على الشخص. اذا صار عنده كانسر كارسينويد سيندروم رح تأثر عالية. والسبب لنا شنو رح يختنك. وهايبارفنتيليشن اتقل التهوية عنده ويقل اه يزداد السي اوتو عنده ويقل الاوتو. وبالتالي رح يختنك بشخص صار عنده هاي بوكسية. تمام? كل شواضحة الصور سهلة انه اذا كان طبيعي نورمال ما يأثر. ازداد السيروتونين عن طريق الكارسينويد سندروم رح شنو رح يأثر وسبب لنا برونكو سبازم. اه بيجي ايتي. احنا السيروتونين موجود وين. اه انتركراموفين. الموجودة بالجي ايتي. فتا ازداد ا اكثر شي اقوى شي موجود بيالا. ايتي اكثر شي اقوى شي موجود بالجي ايتي. تمام? اه اقوى شي أقوى شي راح يح فز يسموذ مسل اللي موجودة بالقات. ازا نوضيفة عالية السيروتونين في صورة كلش قوية موجودة بالموصل إذا إذا أجاب لك ويجب لك سيروتوين يجيب لك CVS يجيب لك رسبيراتري يجيب لك CNS يجيب لك GIT إنت تختار بال GIT 90% القوة مالتها بال GIT أنا مساقة بشي قلت لكم أنه CVS تأثيره قليل تأثيره قليل أكثر شي تأثير كمع للغايت وين طلاب ركزولي لها كلش كلش مهمة بي القط اوكي انكريز تون فاسيليتد عن ذا ذات رليتد دا اكشن اف سيروتوني رسابتر سمود مصول انجيليون ستموليوشن عند انتركي بليكسز راح يزود يزود الوظائف الهضمية يزود التون مع الفاسيليتي يعني يزود شون نقول يسهل عملية الهضم والى اخرى تمام اذا اكتر شيء اكتر شيء موجود وين موجود بجي اي تي تمام عرف ما هي الموجود موجود بجي اي تي ويروح اللي هي موجودة بال اه بل انتستين وراح توزع الشغل عليها بس يا اناس شو راح يسببنا راح يسببنا حكة والم يعني مو كلش مهمة تمام اه سيروتوني وتStr eles هم راح تكون التأثير مالتا راح تكون تأثير مالتا على الغدد. تمام? راح تكون تأثير مالتا كلش قليل ويعني ما نستفعل منها. هنا هم بالتأثير مالتا راح يكون قليل. اه ممكن ان يسبب انه اه ما يعبر الدم. اذا ازداد السيروتونين فقط. سيروتونين بحالة طبيعية ما يسوي شيء. ممكن ان يقطع الدم عن البلاسنتا وبالتالي يصير ادنى اه يموت الطفل ويصير اجهاض والا اخر هي. تمام? زيان. هس احنا خلصنا اه وين موجود السيروتونين? عرفنا اكثر شيء وين موجود طلاب موجود بالجي اي تي. تركزوا اي موجود اكثر شيء بالجي اي تي. تسعين هم كلك. تمام? البقية كلهم يعني موذيك القوة. اكثر شيء اكثر شيء هو الجي اي تي. يعنى هو سيروتونين اكثر شيء موجود بالجي اي تي. البقية كلهم اه شغلات ثانوية. تمام? الميني او موس بوتينت هو الجي اي. اوكي السيروتونين سان درام. سيروتونين سان درام. المتلازمة السيروتونين. يقل له هنا ادنا سيروتونين اذا تنطي سيروتونين مع الماو اللي هو المونو امينو اوكسيديز انهيبتر اش بيها هاي شرح يصير راح يصير عدنا انتركشن راح يصير عدنا تفاعل تمام وبالتالي هذا التفاعل شرح يسبب لنا راح يسبب لنا هايبرثيرمية زيادة بدرجة حرارة حركات لا ارادية بجلد مانتك بايدك بالعضلات تمام منتال تيكيكاردية الى اخر يسبب لنا عدم انتظام دقات للقلب و يسبب لنا خفقان زيادة بالدقات تمام هاي شنو شوقت اذا صار تفاعل بين السيروتونين وبين الماو انهيبتر الماو انهيبتر ذني شغلتين اذا صار بيانات انتركشن ممكن ان سبب لنا عراض جانبية اخرى او يسموها سيروتونين ساندروم سيروتونين هايبرثيرمية اا مايو مايو كولونيوس بين كل اللي سبب لنا عن شنو اا سببهن اذا صار تفاعل بين السيروتونين والماو انهيبتر اوكي هاي السيروتونين سيندروم اا نطوب بموضوع السيروتونين اغونست احنا قلنا بعد معيد انه سيروتونين اغونست وانت اغونست شنو اغونست اغونست انه ينطل نفس التأثير نفس اللي في كيسي اما الانت اغونست لا ينطل قفو المالتا البلوك يسده يعني ما ينطل نفس التأثير ينطل عاكس التأثير اا اول واحد اللي هو بوسيبرون اللي هو النوع الاول هذا شنوش يسوي البوسيبرون اا اا انزايته لايتك يسبب انها ازالة للقلق يعني واحد يشوف انه دائما انقلق او حالات ماضية تيجي اا عنده انزايته ينطل هذا الدول النوع الثاني من يستخدم يستخدم للابتايت الابتايت يستخدم للشهية تمام اذا انطيه يقطع الشهية مالتا بعد ما يشتهي يصير الباديو ويت مالتا اا يعني ينقص اوكي النوع الثالث السوماتوتريبتان اميلوتريبتان ايلوتريبتان الى اخر هذان شنو وظيفتهم وظيفتهم بالاكيوت ميغرين يعني النوبات الميغرين الشقيقة اللي تيجي الصورة مفاجئة ممكن ان نطيب ذاني الادوية سوماتوتريبتان وعائلتهم تمام زين ان يكون اذا انا لم اتحدى هين يستخدم بنظام بنظام الشهارة كل انه واحد اثنين 2 3 وهذا 4 سي engraving is not done by the e message by the في نستخدم الايش نستخدم ابيه الايفيج lobby وأيضا نستخدم بال esempio الي مراء ارثمية الناس لس سا سوريد riders استخدم بالتحاب الا ويستخدم ايضا ب المراء د Mitt بالفنتروكولاريثمية. ذني شنو الاربعة. ذني اغونست. ذني ينطن تأثيرات مشابهة لتأثير السيروتونين. يعني تنطل افكيسي نفسية التطل السيروتونين. تمام? زيان. هنجوف شنال انتا اغونست. القفل. القفل مالة من? مال اه السيروتونين. زيان. سيبروهبتادين. الاول سيبروهبتادين. هذا شي سوي. سوينا بلوك المن. لي اه الهستامين نمبر وان. هذا الهستامين نمبر وان اللي اخذنا. الهستامين اتشون. واللي سببنا بلوك المن. الهايدروكسيليشن. اللي يعني سيروتونين بلوك ار تو. سببنا بيل تو. يوز ميلي المن يستخدم سيبروهبتادين. ابتايت استيمليوشن. يعني شنو يعني اه يسببنا زيادة بشنو الشهية. يعني اني ما اشتهي ينتوني سيبروهبتادين. عنا موت اكل. اوكي. بعد وين يستخدم بالاليرجيك. اه كولد. اه يستخدم بالكولد ايضا. بروفليكسس او ميجرينة. وقايا من الميجرين. تمام. والى اخره من الشغلات اللي يدخل به سيبروهبتادين. تمام? اذا سيبروهبتادين هو واحد من الانتا اغونست لسيروتونين. اوكي. يستخدم باكثر شي بالميلي. ميلي بالابتايت. البقية اذن هيج. يعني شغلات ثانوية. اه الانتا اغونست الثاني. ايضا وراح يشطل. تمام? اه الانتا اغونست الثالث وان يشطل يعني يشطل اه الافكت ما لديه على اه السيروتونين تو بلوكر عند انو الفا بلوكينج افكت ما يأثر على الالفا بلوكينج. تمام? فبس بيأثر. ليمن يأثر على ا ا ا ا ا خذنا اربعة منيين من اله فإذن كلش مهمات يا شباب، يعني عرفي أن تركزون إليه. الشغل أو الرابع لن نخلص ما بعد. عندانوستيرون. عندانوستيرون وجماعتها يعني إغنانوستيرون والتروبيستيرون والأخر هية. يستخدم أكثر شيء بالنوجيا عند فومنتينج الشخص اللي يتقئ Christine أو غرانستيرون و الأخير الأخير تمام ذنب ليش ينطو الشخص اللي عنده فومنتينج Ergot alkaloid Ergot alkaloid produced by fungus that infect grain Ergot alkaloid من يصنع لنا صنع لنا الفنغس الفطريات اللي هو أنه ملفطري هذا لماذا راح يأثر الالكولويد راح يأثر على السيروتونين ادينوريسبتر دوبامين كل راح يشتغل عليهم منه الالكولويد هنشوف شنو ش راح يصير بعد الالكولويد عرف انه يشتغل على ذني الريسبترات هذا شنو هذا زيادة بالالكولويد بوزينينج يعني صير تسمم يعني انطي كميات شبيرة من الالكولويد راح يصير عنده تسمم شنو شنو العراض من هاي التسمم باليرغوت ذني نوجيا بومنتين ابداومنال بين ابورشن بريغنانت وومن يصير عنده اجهاب تمام قنقرينة صير عنده هلوسة يصير عنده صراع ابليبسي تمام والآخر ذني شنو ذني اذا صار عنده تسمم ب شنو الكولويد تمام اذا صار عنده الالكولويد صار به تسمم راح يسببنا بومنتينج وابداومنال بين والنوجيا تمام هاي الارغوت خلصنا آآ هنان شنو اللي راح يصير آآ دواء للهلوسة دواء للهلوسة واللي وراها ممكن ان استخدام الميجرين بروفليكسز يعني الوقاية من الميجرين تمام استخدام السادس تمام فاذني استخدامات الارغوت شنو ذني استخدامات الارغوت اللي ارغوت الكولويد اللي هنا ست استخدامات تقريبا او ست ادوية طبعا ذني الادوية مثابتة تمام يعني بس انو نفتهم الاستخدام معناة مثلا هذا للهيموريج ممكن ان اكو آآ دواء ثاني يستخدم للهيموريج تمام فالادوية ذني مثابتة اوكي سايد افكت اف ارغوت الكولويد نفس ماجرينوشا فوماتين ابديومنال بين دروزنس اه ابورشن الى اخر هي ذني الادوية الساد افكت اللي تطلع عنا وين بالارغوت الكولويد زين اه ميجرين سايندروم يعني شقيقة الشقيقة سايندروم ريكارينت اه راح تكون عندك اه صداع نصفي هي من اسمها شقيقة صداع نصفي بنص من الرأس مالتك تمام؟ without aura without aura الاورا هي يعني انه نحس انه راح تجينا النوبة تمام؟ احساس ما قبل النوبة يعني انه اه قاعد عندي ميجرين قبل عشر دقائق راح احس نفسي انه راح تجيني تمام؟ هو ما قبل الحدث ما قبل الحدث قبل انه صير عندي ميجرين صير عندي اورا تمام؟ زين مثل الهلوسة يعني مثل داء هلوسة انه قاعداني هي ما اجت من الميجرين بس وراش دائق راح تجي فمثل استعدات الهل تمام؟ اه ويشن اللي ويهل الميجرين نوجيا فومنتينج اه فونوفوبيا يصير عنده اه ضد الصوت يعني واحد ينزعج من الصوت يعني انا ساني داحشة محاضرة هو ينزعج من عندي او فوتوفوبيا وينزعج من الاضوية اللي بالبيت يقوم يصيح طفول الاضوية تمام؟ ذني كل هن من عناصر الميجرين اتيولوجي ما للميجرين يعني لحد الان ما اكتشفوا الاتيولوجي مالته ممكن ان يسببها سترس ممكن ان يسببها انجر فاتيغ دايت ياكل هواي شوكولاتة جبن تحول ذني كل هن يعني ممكن ان يسببا يسببها هايبوغلاسيميا يسببا الميجرين اوكي لكن انه السبب العلمي اللي موجود change vascular between enter and extra cranial blood vessel ممكن ان الفصل اللي موجودة بالانتر هو extra cranial nerve ذني شنو راح يصير بين change راح يصير بين change وبالتالي من يصير بين change راح يتحفز trigeminal nerve وبالتالي ممكن اني هذا السبب مع الميجرين اللي هو exchange between intra and extra cranial blood وراح يختلف ادنى يعني راح يختلف ادنى الدم والتراكيز والضغط وبالتالي راح تسببنا ميجرين اوكي يعني هذا السبب الالمي اللي موجود زين شنو راتمت مع الميجرين شنو راتمت ممكن انا انطي براسيتا مولد يعني فد مهدئات ممطن ان نطينا سايد مثل اسبرين سيروتونين اغونست عنطي مثل السامو تربتان سيروتونين اغونست الثاني هو ايرغوت الكولويد تمام ممكن انا انطي anti-emitic بان كلهم ادوية يستخدمها لعلاج الميجرين اوكي زين انا اريد اساوي وقاية من نوبة الشقيقة شنو انطي للمريض مدرق ممكن ان تستخدم بالضغط وممكن ان تستخدم بالضغط وممكن ان تستخدم بالميجرين تمام بعد شنو ادنى المهمات هنا ذاني الادوية البقية يعني ممكن ان تحفظ كم واحدة من هن بس المهمات هي بيتا بلوكر تمام بيتا بلوكر والكاليسيوم بلوكر ذاني عنامود اسوي والارغوت الكولويد ذاني يسون وقاية من نوبة الميجرين من الشقيقة اوكي شباب ان شاء الله كانت المحاضرة حلوة او سهلة من السيروتونين هرمون السعادة وان شاء الله يا رب كلكم سعادة ويعمكم سعادة وشكرا لكم ومدقيكم محاضرة جاية ان شاء الله لسبوع القادم